يبدو أن المثل القائل مصائب قوم عند قوم فوائد بات حقيقة في زمن وباء الكورونا فرغم أغلاق أغلب مراكز تسوق المحلات والشركات حول العالم بسبب الحجر الصحي إلا أن هناك قطاعات زادت طلب عليها كثيرا كمصانع النعوش التوابيت تحولت إلى بضاعة ثمينة في البيرو حيث تضاعف الإنتاج والمبيعات بمعدل أربع مرات عما قبل جراء تزايد وفيات كورونا بعد ضربه البلاد بقوة التوابيت الموجودة هنا توابيت كوفيد 19 نصنعها بالخشب الاقتصادي بهدف أن يتمكن أهل الميت من وضع جثة وإغلاقها بإحكام مصانع النعوش بقيت عصية على الإغلاق على خلاف معظم الشركات التي أغلقت أبوابها في إطار إجراءات العزل الكامل وبقي مصنع النعوش في ليما بالبيرو يعمل على تلبية الطلبات وتأمين احتياجات السوق حيث يقوم المصنع بتصنيع ألاف التوابيت من خشب البلوت والصنوبر التي تباع مقابل أسعار باهظة للتأبوت الواحد ترجمة نانسي قنقر